هل في قياس تحليل أشاعة؟ أي حاجة تقول الجسمنا قلوي ولا حمزي؟ هيكل واحد بقية عايز يتطمن على نفسه ويروح يعمل تحليل يعرف جسمه قلوي ولا حمزي ولا مفيش الكلام ده؟ ده سؤال ذاكي جداً في في المعامل ورقة ليتموس كده ورقة قياس البي اتش اللي هما بيستخدموها لقياس البول بسهم بيشوفوا البي اتش بتاع البول ممكن تحطيها على طرف اللسان هي ورقة كده ورقة عبات شمس بيسموها لو هي قلوية التأثير بقى انت قلوي لو هي حمضية بقى انت حمدي كل ما جسمك يبقى مورد سخن متوتر بشرتك مش حلوة مزاجك مش حلو اعرف ان انت حمدي كل ما مفاصلك تكون وجعاك كل ما انت حاسس بالشيخوخة لان الشيخوخة تمام؟ مرض التهابي في الجسم بس ده للشباب مش يعني مش للسن الحقيقي يعني واحد عنده تمانين سنة ولا خمسة وتمانين سنة طبيعي هيبقى عنده شيخوخة يعلموا عن شيخوخة الخلايا ممكن يبقى واحد عنده تلاتين سنة وخليته شيخة واحد عنده سبعين سنة وخليته صحية صحية وكويسة قالوا ليه لان هي في النهاية الحامض النووي تمام؟ بتاعه كل ما بيقصر الكروموزوم سنة صغيرة بيزيد التلف بيوصل لمرحلة الشيخوخة تمام؟ فكل ما حافزنا على نشاط الخلية وان هي تبقى ناضرة كل ما بقينا في صحة اكبر شكرا